دعم غير محدود واهتمام كبير أولته الدولة لأصحاب الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع المصري أصحاب الهمم كان لهم نصيب كبير من استراتيجية الدولة المصرية وفكرها فاتخذت الدولة العديد من الخطوات في هذا الإطار حيث طرحت الحكومة بطاقة الخدمات المتكاملة التي يستفيد منها 13 مليون من أصحاب الهمم وهي البطاقة التي تضمن حقوقهم في مختلف المجالات والجوانب المعيشية من تأمين صحي ومعاش وتوفير فرص العمل تضمنت الجهود أيضاً إنشاء المجلس القومي للأشخاص أصحاب الهمم ليحل محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة وهو المجلس الذي يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق وكرامة الأشخاص أصحاب الهمم المقررة دستورياً ونشر الوعي بها وواصلت الوزارات ومؤسسات الدولة مبادراتها لمساندة أصحاب الهمم فكانت مبادرة مصر بكم أجمل لتوعية ذوي الهمم بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة وحقوقهم وواجباتهم وأحكام السلامة والصحة المهنية وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل فضلاً عن التدريب على ريادة الأعمال وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر الاهتمام بذوي الهمم توي بإعلان عام 2018 عاماً لذوي الهمم والذي صدر فيه القانون رقم عشرة لسنة 2018 الذي ينص على حقوق وامتيازات عديدة لهم سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش هي إذن جهود حثيثة بذلتها وتبذلها الدولة في سبيل الارتقاء بحماية ذوي الهمم وتوفير كل سبل الراحة والأمان والحفاظ على حقوقهم